اي رأيكم النهاردة هنعمل اطايف بالاشتا و اطايف بالنوتلا طريقتها سهلة خالص مش هتاخد منكم 10 دقايق تعملوها وهتطلع احلى من اللي بتشتروها من عند الحلواني جاهزة زي ما انتو شايفين انا جبت الاطايف جاهزة هبتهي ان انا اقفلها بالطريقة دي لو عايزين نعملكو فيديو للاطايف عجلة الاطايف نفسها اكتبوا لي في الكومنتات وهعملكم فيديو ان شاء الله اول حاجة دلوقتي انا هعمل الحشوة العادية اللي هي الناس بتعملها في مصر زي ما انتو شايفين كده شوية سكر و شوية جوز هند و شوية زبيب برشة ارفة ولو عندكو صداني بقى بستاشو المون اي مكسرات عندكو تقدروا تقلبوهم كلهم كده الخلطة دي لو انتو عايزين تحشو القطايف وتقلوها على طول تمام تاني حاجة دلوقتي انا هبتدي القطايف بتاعتي زي بعد ما قفلتها التقفيلة اللي انا ورتهالكو في الاول هبتدي قليها في زيت سخت واطلعها بعد كده على مناديل وارصها بحيث الفتحة اللي انا عاملها تبقى من تحت عشان لو في بوائي زيت او حاجة تنزل على المنازيل بتاعتي دلوقتي انا هعمل طبعا الشربات كبايتين سكر على كباية مية او كباية ونص مية انا عايزه شربات خفيف مش تقيل تمام وبعد كده بعد ما بيغلي بديله عصرة لمونة وصيبه خمس دقيق يغلي تاني على النار وطبعا القطايف بتاعتي وهي برتة بحطها في الشربات وهو سخل دلوقتي انا هبتدي ان انا احشي القطايف بتاعتي طبعا القشطة اللي انا بحشي بها دي انا عملتلكو فيديو بتاع الكنافة شارح فيه طريقة القشطة هقولها الكو برضو بسرعة لتر لبن على لتر كريمة وبحط عليهم حوالي مية جرام نشا وقلبهم على البارد وبعد كده احطهم على النار وابتدي ان انا قلبهم على نار متوسطة لحد ما يتقالوا معي بحطهم في صنية وبغطيها بنيلون او بحاجة بحيث ان ما تتعرضش للهوى تمام وبعد ما بتبرد ببتدي اشتغل بيها دلوقتي انا هشيت القطايف بتاعتي زي ما انتم شايفين وحطيت عليها طبعا لو مثلا بالقشطة بحط عليها شوية بستاشو عندي او شوية فوزدو ولو بالنوتلا بحط عليها اللي هي تشوكلة شيبس وكده زي ما انتم شايفين القطايف طلع بسم الله ما شاء الله شكلها وطعمها حاجة روعة الفة انا وشفة يا ريت لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش لايك واكسبلور عشان الكل يستفيد شكرا